استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخريرية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد رفيع المستوى المرافقة له والذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعمليات السلام في الشرق الأوسط بحضور وزير الخريرية والهجرة بدر عبدالعاطي وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث أسنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون السنائي الذي تكلل في الشهور الأخيرة بأعلن الشركة الاستراتيجية الشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وتم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف أفاق جديدة للتعاون في إطار الشركة الاستراتيجية خاصة في مجالة الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة أضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بدلتها مصر وشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والبحتجزين بحيث يمكن إنهاء التارث الإنسانية التي تباده أهالي غزة فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح أفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة كما أكد سيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات تصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرات الصرع مشددا في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية بما في ذلك العنف والتشهد الضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين وقد حرس الممثل الأهلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة وأكيدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بتشور المتواصل مع أساس ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرقية التي تشهدها المنطقة كما أشهد الرئيس السيسي في هذا الصدد بمواقف جوزيب بوريل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية